بسم الله الرحمن الرحيم معكم دميليسكم تابرين خفنات رح نكمل معكم فرح سابتر 12 سابتر 12 بدأنا هنا بالفيديو الأولاني عن بعض التفاعلات حكينا عن تفاعل غريغنار بس هسا بدنا نكمل الجزء الثاني من التفاعلات التفاعلات الالكهول إذا ضدنا الالكهول نستخدمت شادة الحال لحفظ أول أشياء نوعية من المركبات للي بدنا نعرف الاول المركب الأول همي أفيتال والمركب الثاني أف هو همي أفيتال هو عبارة عن مركب بيها مجموعة أعث ومجموعة ثاني أو أار والمركب الأفيتال بيها مجموعة أعistical ومجموعة ثاني أعouring هذا مرتب الأفتال مهمتين من الأعار كيف يتكون عندنا الهمي أفتال؟ هو عبارة عن إضافة الكحول للكيتان أو الألدهاي خلينا نتطلع كيف الممكن يتكون عندنا التفاعل هاي عندنا كيتان هذا إسمه أفتان كيتان مع كحول بوافط حمضي أو قاعدي الهمي أفتال لازم يكون بوافط حمضي أو قاعدي بتفاعل كيتان مع الكحول بنحضة ايف هي الألية؟ بما أنه موجود بوافط حمضي بيذي الهايدروفين الهايدرونيوم هاد بيخترق الرابطة التنائية للي بين الأكتوفين والكربونة بيجعزعها فبيكون عندنا مثل هيك هاي كربونة هيك وهيك هون رح يكون في عندنا أكتوفينة وهون فلك ثارغ وبعدين بالنسبة للمركب الثاني رح تتكفر مثل هيك هاي الهايدروفينة رح ترتبط مع الأكتوفينة هاي وباقي مع بقى من المركب رح يلت بحيث أن الأكتوفين يرتبط من هون زي ما أنتوا شايفين هون الهايدروفينة ارتبطت مع الأكتوفينة وباقي مع بقى من المركب دار لحسا ارتبط مع الكربونة هذا المركب في هيمي أفوتال كيف عرفنا أنه هيمي أفوتال؟ هاي هون مجموعة أو أف وهون عنا مجموعة أو أر حلو؟ نتعرف على المركب للي بعده المركب للي بعده اللي هو أفوتال من أف بتكون؟ بتكون من هيمي أفوتال مع كحول كيف عالية التفاعل؟ عالية التفاعل إنه عالية التفاعل بما أنه في عنا هون بفات حمدي رح يلبي و عنا بفات حمدي هذا البفات الحمدي بنشفى عمله لحتى أنه نحذف الماء لحتى نحذف الماء من الكحول نحذف الماء من الكحول فجي مركبات اللي أخذناها بالتوبيه بنفس عمل الوفات الحمدي لحتى نحذف الماء نحذف الماء من الكحول نحذف الماء من الكحول هاي هون هذا المركب حذفنا الماء من جزء الكحول وأخذنا الأكتوفيالها دروينا لهون ربطناهم مع بعض وكونا الماء بعدين من زيهة الأكتوفيين بدور لحظتها يرتبط بالرابطة هاي جاي ما أنتو شايفين هون ما فكناها من عند الأكتوفينا وربطناها بالرابطة البازية بالرابطة اللي حذفنا منها الماء إيش المركب اللي تكون عنا؟ المركب اللي هو أفزال مجموعتين أو R مجموعتين أو R حلو؟ حلو تمام هذا الأشي مو من تعليحنا إنه بيقلل من كمية النواتف فإفرحوا بيعملوا العلماء اكتفثوا إنه بنحبث الماء بنحضيف ميا بنحضيف مادة هاي المادة بتكون عافقة أو بتمس الماء فبيبطل التفاعل يتير باتجاهنا بيصير اليميل أكثر بالاتجاه النواتف وهون بنزيد بنكمية النواتف طيب لنفرد إنه كان مجموعة الهايدروفين والالدهايد بمركب واحد اللي هو هون مش حكينا إنه كيتان مع كحول طيب هاي المجموعة الوظيفية تبعية الكحول مع الالدهايد لنفرد إنهم كانوا بمركب واحد هيك رح يضلوا ولا إنه رح يصير بينه شمتفاعل إذا عدتنا لها بسط حمدي أو قائدي مثل ما حال هون لازم يكون الهمي أفصال بتكون ببسط حمدي أو قائدي بش الأفصال عشان يفاعدنا بحدث الماء بيكون ببسط حمدي طيب اللي بدنا نحكي إذا كان عندنا مجموعة الوظيفية تبعة الكحول والمجموعة الوظيفية تبعة الالدهايد بنفس المركب هو رح يظلوا مثل هيك ولا رح يصير تفاعل بينهم لا رح يصير تفاعل بينهم حطانا وسط حمدي القاعدة هون أفصالي رح يصير الحمد للي موجود بالوسط الحمدي مثل ما حكينا حيجعجع الرابطة للي هنا رح يصير تفاعلها هيك يعني رسم تقريبي أنا مو متأكدة إذا مثل اللي بوغ رح يزعجع الرابطة إنه هون أكتفين وهون فلك بارغ ومن هون رح نكسر هون رح نفس الهايدروفينة ناخذ الهايدروفينة ونربطها مع الأكتفينة اللي هون وباقي ما بقى من المركب من عند الأكتفين نربطها هون فرح يتكون رح تلف الحلقة رح تلف الفلسي له هاي وتكون لنا حلقة زي هاي وتكون لنا حلقة مثل هاي هذا F عندنا مجموعة OR مجموعة OF سار هذا اسمه همي أفصال طيب لنفرض إنه لسه ما وقفنا عنا كمان أعطيناها بسط حمدي وبوجود هذا المركب بوجود هذا المركب اللي هو ميتانول بوفاة حمدي الوفاة الحمدي كيف رح يعمل؟ رح يحدث لنا المي من هون رح يحدث لنا المي من هون حذف لنا المي ومن هون من هون حذفنا الهايدروفين وحذفنا المي من هون رح يتكون لنا F 2 O ورح ترتبط رح يرتبط هذا المركب من عند الأو ويرتبط من هنا ويعطينا هذا الشكل للي هو الشتان شو بيطيدنا بهذا الحكي؟ أو قبل ما نحكي بإيه بيطيدنا رح نرضي على هذا الموضوع بس أول إيشي خلينا نحل بربلمين خلينا نحل بعض الأمثلة هي موجودة بالكتاب ومو غلط أن نحلهم عندنا المثال الأول على الآلية اللي من فينا عليها هذا كيتون وهون ننشأ أنه في مزماتين كحول المهم إحنا قاعدين بنعمل تفاعل بين كيتون وكحول هاي الكيتون هاد موجود ببسط حمضي رح يجي الهادروزين اللي هون يزعج الرابطة للي موجودة بينهم كتير شكلها مثل هيك هاي أو وهون فلاك فارغ بالنسبة لي مزمعة الكحول رح تنفصل الهادروزينة عن باقي ما بقى من المركب الهادروزينة رح ترتبط هون وباقي ما بقى من المركب رح يرتبط بالفلاك الفارغة هاذ هيك أفتار المركب المركب عبارة عن هاي هاذ خلينا اختار لون ثاني هاذ هاذ هو هاذ همي أفتار وهاذ كحول طيب قبل سبيحة كان بما أن يوجد هي هيا هذا هيمي أفيتال مع كحول إيف رح يكوننا أفيتال معناه التفاعل ما أوقف من عنده بما أنه في عنا بفات حمدي رح يرضع التفاعل مرة ثانية بما أنه عنا بفات حمدي رح يرضع التفاعل ويكمل خليني أرسم الرفمة مرة ثانية وهون أو أف رح يظلوا لا رح يظلوا مثل هذا الشكل لا بما أنه عنا بفات حمدي هاي بفات مناسبة لحتى يستمر التفاعل هاي بفات حمدي ايف رح يعملنا الوفات الحمدي نتذكر مثل ما حكيت قبل سويا إنه هذا هيمي أفيتال وهذا الكحول رح نحذف الماء من الكحول رح نحذف الماء من الكحول هاي حدثنا الماء من الكحول رح نحذف الهايدروزينا من الهمي أفيتال رح يلف المركب ويكوننا هذا الشكل هاك وهيك الشكل بالإضافة إلى الماء بالإضافة إلى الماء ولا ننسى مثل ما حكينا إنه هذا التفاعل باتجاهين باتجاهين تمام هايك حلينا أول مركب خلينا نكمل على المركب اللي بعده المركب اللي بعده نفس الإشي إنه الفكرة نفسها هون عنا كيتان وهون عنا مركب فيه مزموعة وذيفية كحول كيتان وكحول وفات حمدي يا سلام ظرف مناسبة لحتى نعمل لنا هيمي أفيتال كيف رحثو تير بيذي الهيدروين أو الحمدلو هون يزعجل رابيطا إلى هنا رحثو تاون إنه فكلا هك رح يكون فكلا مثل هك هك واحدة هون هكتبين وهون بلك فارغ رح تنكفر الرابطة اللي هون ترتبط الهيدروين هان والمركب اللي بعده رح يرتبط باقي ما بقى من والخطوة الثانية إنه رح يرتبط باقي ما بقى من المركب هون هيك والهادرون والكحول مفموعة الكحول هون طيب نفس البكرة خلينا نعتبر ذيك أنه هذا كحول وهذا هيمي أفوتال وعندنا بفط خمزي دروب مناسبة بدا لحتى إنه يتفاعل مرة ثانية الكحول مع الهمي أفوتال ما رح يبقى على شكله خلينا ننقل الرف ما هون رح يتفاعل الكحول مع الهمي أفوتال حمز الحمز رح يحذف الماء من الكحول هاي حذف الماء من الكحول رح يحذف لنا الماء من الكحول ورح يحذف الهايدرو الاكتوفين هاي ترتبط بهون كيف رح يكون فكلها كيف رح يكون فاكلها رح يكون فاكلها خليني ألف المركب هيك هيك تحملوني دقيقة بسيلا بسيب سيب يغلب بالراسة مثل ليك يعني فهمنا إنه فر فهمنا إنه المركب هاد إذا وارتبط هيك فلف عليها فطار فلف عليها فطار الرسمة كلها غلط لف عليها وارتبط أفتال خليني أرفهم لكم المركب من أول الفدين هاي الحلقة هون أو وهيك هيك المركب هذا المركب الفدين هذا المركب الفدين المهم بما أنكم فهمتوا الآلية إنه متى بنحذف الماء ومتى بنحذف الأعاف وبما أنه في بفات حمدي أتوقع ما تخرجته جال طيب بإيش بيفيدنا هذا الأفتال اللي في ذهب حين حالنا عليه الأفتال أكيد رح يفيدنا بأطناء تطنيع الأدوية لدينا مركب كثير مهتمين بيه اللي هو اسمه هاذ اللي هو 5-Hydroxy-5-Pentana حلو؟ طيب هذا المركب بأطناء تطنيعه لحتى لأنه فيه عندنا هون مجمعة كحول وهون عندنا مجمعة ألدهاي اثنان مجمعات وظيفية بتتفاعل بذروب يعني شهلة ما تنعوا وفيدنا الظروب وذروب متقاربة لحتى إنا نتفاعل هاي المنطقة ونترك تفاعل هاي المنطقة بنروح بنحول الالدهايب بنحطه لذروب وبنحوله لأفتال وبتطير حلقة مغلقة جاي اللي قبل سباي هيك رح يتير شكلها حلقة مغلقة متى ما تكون حلقة مغلقة بندخلها داخل التفاعل وبيبطل يتير عنا تفاعل بهذيها كل الشغل رح يتير من هون هاي الكلام هذا موجود مثل ما انا حكي اوكي تمام زيها مثلا هاي المكونان الأفاتيان اللي بيكونن للمركب المهم اللي هو بندين الالدهايب وبراما بوتانال بيكون هذا المركب بس انه في خطوات مجهولة في خطوات مجهولة اول خطوة للي هي انه مسكنا هذا المركب من عند الالدهايب حولناه لأفتال حولناه لأفتال بعدين الخطوة الثانية اخذنا هذا الساكلك افتال احنا بدنا نبلف استفاعل من عند البرام البرام حاولنا استخدمنا لجريغ نارد حاولنا لجريغ نارد وفيودو الإثار هاي مركب لجريغ نارد من عند الجريغ نارد فعلناه مع البراما الديهايد وكوننا هذا المركب حتى خلا بدنا نفك الارتباط لهان بنحلله بمي بنحط معه مع وفاة حمزي فبتحلل هذا الاسي فرح يرضع فكله من الديهايد ويتحلل لهيك اسي هو زي كأنه عكسنا التفاعل مش قبل شيء حكينا انه احنا بنسحب المية لحتى انه يبطل التفاعل يرضع للاتزاه الثاني هون ضدنا حمز ومي فرح يرضع التفاعل وكوننا الالدهايد من اول وديد فهي الوضع اهمية الأشياء انه نخلي منطقة غير نفطة بأثناء التفاعل اللي هو الالدهايد نرى تفاعل الالدهايد مع الامان الامان اللي هو عبارة عن أمونيا إذا كان بس هو هاي أمونيا بس إذا كان موجود مركب ممكن يكون أمونيا أولية ثانوية ثالثية المهم المهم ممكن يطير عنا تفاعله أمونيا إذا كان مركب هاي مرتبطة بكربونا واحدة فمعناته هي أولية أف اللي بيثير الهايدروزينة بتروح اللي بيثير انه بنحدث الهايدروزين من هون والأكتوزين من هون بتكون عنا ماء وبنربط بنربط الرابطة من مكان الأكتوزين مع النايتروزين برابطتين ثنائية كمان الامان نفسه هو الآلية تكوين الامان ما معنى باش إنا بدنا نفهم إنه هذا آيمان وهذا آمان أولي والأمان مع الكيتان والألدهاد بيكون لنا آيمان تمام طيب كمان عنا اختجال الآيمان اختجال الآيمان اف بهمنا اختجال الآيمان في أطناء تحذير المركبة ببعض اتناعات في بعض الأحيان بهمنا إنه نحول الآيمان الأولي لآيمان ثانوي فبنأخذ الآيمان الأولي ننتبه إنه ما لازم يكون أمونيا لازم يكون آيمان أولي مرتبط مع كربونات ثانية مش أمونيا ENF3 بنأخذ الآيمان هاذ بنعمله بنحوله الآيمان والآيمان بنعمله عملية اختجال الاختجال إنه يكون بهايدروزين مع نوكل أو بلاديوم متى ما اتفاعلوا مع بعض متى ما وجدنا هاي الظروب رح يتير عملية اختداء للآيمين ويتحول لآيمين هاي مثل ما انتم شايفين هون هاي عملنا اول اثي آيمين كيبتان مع آيمين اولي بسط حمضي كونلنا آيمين وبنشيل المي هاي هونو شايفين ماي نف يعني انو بنحدث المي لحتى انو يبطل التفاعل يرجع لورا كونلنا آيمين بعد ما كونلنا آيمين بنعرضه لظروف لحتى انو ينطير الى اختزال اتحول من آيمين اولي لآيمين دانوي باشي بيفيدنا التفاعل الآيمين الآيمين مع الكيتون او ويكونلنا آيمين هذا التفاعل الى اهمية كبيرة بجسمنا فيعنا هذا المركب اللي هو بيتامين ا اه راكتنال هذا هو شكل البيتامين ا بجسمنا لحتى انو يتفاعل ويعمل البيتامين ا شغلة مت احنا بنحكي كل جزر عشان فيه بيتامين ا بقو البطر ويعمل البيتامين ا من هالحكي فالبيتامين ا الاخير عنا خاطية بي الكيتان الكيتان هيا هذا هو الكيتان عنده قدرة انه يتحول من كيتان لكحول من كحول لكيتان من كيتان لكحول لانه في عنا هاي الرابطة الثنائية ممكن انها تتحول بدل ما انها تظلها هون التير هون فبتحول لكحول والهاي الرجين اللي هون بروح هون هذا اذا كان بهيك شكل هاي اثمه كيتا فارم واذا كان بهذا شكل هاي اثمه اينال فارم طيب في عنا مفهوم ثاني هاي العملية انه اللي بيتحول فيها اثمه تاتو تاتو ميرزم تاتو ميرزم وهذول المركبين هم اعجمر اسمهم تاتو نفس انواع المركب الذرا ونفس الترتيب بدل اللي بيتك يختلف فيه الهو الدبل بنت اللي بيتك دبل بنت طيب في عنا مفهوم اللي هو مفهوم الفاكربون الفاهايدروزين ايش هاي الفاكربون هي الكربونة اللي بتكون مرتبطة مع patient لأنه بيцمح الكربونة اللي بتكون مرتبطة مع Roberto بيكون بيها هاي دروزين بيسمح للهايدروزين انها تبلع من الملكون والالفاهايدروزين هي الهايدروزين للي بتكون مع الكربونة المرتبطة مع الكربونة بالكربونين المؤكدORTER من الافهادروذين هذا الفهادروذين هذا الفهادروذين من الالفا كربون هذا الفكربون الكربونة المرسبة مع الكربونين الالفاذي Stories المرسبة مع الكربون ما هي عالية الالية التي تدعينها كيتو اولدا هو بطير بوفط حمضي بي في الحمض بجعجع الرابطة الموجودة بين الاكتوفينا والكربون الرابطة التنائيلي بينهم جعجع لنا الرابطة وضاف الهايدروزين هون هاي الزعف ميكانيزين بعدين بعد ما انو جعجع الرابطة ضاف الهايدروزين هاي الزعف ميكانيزين هاي الزعف ميكانيزين ضاف الهايدروزين هاي أصبح تفصل هو ثلاثة هيدروزين هون ثلاثة هيدروزين بعد ما جعجع رابطة بيحدث هيدروزين هون وبتمتقل الرابطة التنائية ويبتر او عف في الربطة التنائية هون فهذا كيتا فرم وهذا إنال فرم هون في عنا problem بيحكي لنا draw the possible enol from the following ketone هذا ketone انه تنتقل الرابطة الثنائية يا اما تير الرابطة الثنائية هون او هون بس اذا كان بالخيارات كاتب لنا the major الماجر اللي هو اكثر استقرار فرح يكون الرابطة رح تكون الرابطة الثنائية هون اذا كان طالب لنا major بس اذا كان كان طالب لنا possible اما انه تكون الرابطة الثنائية هون او الرابطة الثنائية هون طيب حكينا قبل الشيء عن alpha carbone alpha carbone انها بتسمحين alpha carbone اللي هي الكربونة اللي بتكون مرتبطة مع المذموعة الكربونية طيب في عنا خاطية اللي اسمها ريشي ما جيت يعني بنسميها ريشي ما جيت وهاي الخاطية بتصير في المحلول اللي بيكون بيه مثلا ممكن انه يكون poor انعنتمر وفي جاء منها يتحول لر او انه اذا كان اف يتحول لر هيك بنسميه ريشي ما جيت وهاي الخاطية مش كثير مرغبة في اطناء التسميع المركبة حسنا طيب عملية الهلوينة عملية الهلوينة لالالدهايد والكيتان كثير بفيتة عملية الهلوينة انها بكون بيعننا بيار وهون عنا حمض كربوكفيلة آ الالدهايد وكيتان بنعمل لها اضافة نوكلو فيلية فحتى انو نطير لها عملية اضافة نوكلو فيلية اولي في هات رح نبين بالمكانية انه لازم يتحول الالدهايد الكيتان لازم يتحول لشكل الانال بحيث انو هون عنا المزموعة الوذيذية تبعت الكحول وبعدان بما انو تعطي عنا رابطة ثنائية هون هاي الرابطة ثنائية متى ما جربت عليها البي ار بي ار رح تجربها متى ما جربت عليها رح تعطيها شحنة فيزيئية لانو هاي منطقة كتير غنية بالالالكتران رح تحمل هاي شحنة فيزيئية موذبة وهاي شحنة فيزيئية سالبة فرح تساعد على انها تكثر الرابطة الي هون ويرتبط بروم هانا ترتبط البروم هون ورح يتير بهذا اكساكل رح يتير بهذا اكساكل بما انه كفرنا واحدة من الرابط يعني سهل انه ترضع الرابطة هاي ترتبط مع الاكتوفين و سهل و رح تنحذف الهايدروفين وترتبط مع هذا يعني احنا بدنا يكون بشكل باكثر هيئة متشقرة طيب بايف بيفيدنا هاي الخطيط الهلبنية للكيتان والقلد هاي بيفيدنا انه بنحول الكيتان لطريقة مش فيه حكينا انه الكيتان الكيتان الكربون على الموجود عبي المزموعة الكربونيل بتكون الكترافيل فاحنا بتكون بتكون الكترافيل بس احنا بنحولها لطريقة لحتى انه فاعد على انه تكون اتاكد باي نيكلافيل متى ما اعتار لها عملية هالذنة بتتير افهل لحتى انها تتير اتاكد باي اي نيكلافيل مثل هون طلع على هاد الشكل احنا حولنا هالوذين وعنه هون النيكلافيل هاد النيكلافيل هاد بدنا نحله محل البيار بشي هولا بتتير فتلو اخذنا هاد النيكلافيل وفعلنا مع الالدهايد افهل رح يتير افهل لا ما رح يتير افهل فحولنا على مركب بسطي له هالوذين بعدين من الهالوذين هاد فعلنا مع النيكلافيل وطار عنا هذا الشكل اللي يعني للي محتاجينه كل هاي العليات بس بتفيدنا في اثناء عملية تحضير المركبة اخر افهل يظل عنا اللي هو الاكثدة والاختزال للالدهايد والكيتام نحفظهم حفظ اكثدة الالدهايد بيعطينا كربوكفيل حمز كربوكفيل واكثدة اه هذا كمان مرزعني اكثدة الالدهايد وبيعطينا حمز كربوكفيل افهل اللي بيصير انه بس انه بنضيف اكتوفينا وندحفها بين الهادروفين والكربونا وندحفها بين الهادروفين والكربونا المزيدة حان طيب احنا حكينا عن الالدهايد طيب بالنسبة للكحولات الثانوية الكحولات الثانوية ايف هي الظروف للي خليني اطلع على اللي فوق اوكي كل اللي حكيت تمام اللي بعده بالنسبة للكحولات الثانوية احنا حكينا انه اكتوفي الكحولات الاولية هيعطينا حمد كربوك في القبل بالشابتر اللي قبل بس بالنسبة للكحولات الثانوية ما في بنالها شورة بالنسبة للكحولات الثانوية لانها بتحتاف لذروف اطعب بتحتاف لذروف اعلى ولازم يكون عنا هذا المركب اللي هو FNO3 لحتى انه انحول لحتى انه يطير في عنا اكتوف للكحولات ف هو F هو الفكرة اللي هون الفكرة انه بناخذ الكيتون هذا بنحاول لكحول هو لحاله رح يطير يتحول لكحول لانه في عنا 1000 كربون هون بنحاول لكحول بتطير سايكل هكسة نون طيب هذا F كحول ثانوي كحول ثانوي بنعمله عملية اكفدة بالضروف هاي هاي السمبراتر مع ال FNO3 رح يطير عملية اكفدة لإله ويتحول لهون عندنا همض كربكسيلي وهون عندنا همض كربكسيلي فالفكرة انه حكينا الالدهاج بتحول لهم كربكسيلي بس بذورف انه بنحط لها العامل المؤكفد بس بالنسبة للشاكل للكيتون لا اول او بتحول لفارم للإنال فارم ومن إنال فارم في عنا محلول للي أخذنا بالتوجيه اللي هو محلول طولند هذا المحلول بساعدنا عن كفف الالدهاج ونميزة بينه وبين الكيتان محلول طولند هاي شكله هو عبارة عن فضة مع نايتروفين مع هادروفين هذا المحلول بتفاعل مع الالدهاج وبيكون لنا مرر سيلبر ثبتا بيكون لنا شكل المرأي بيكون لنا شكل المرأة بتكون لنا مرأة في الزي وبترث بتحان فإذا كنا إحنا مثلا بمختبر محتار إذا معنا الالدهاج ولكيتان بسهولة بنضيف عليه محلول طولند إذا تفاعل وطار عنا شلبر مرر هيك بنعرف إنه هو الالدهاج حسيا بالنسبة للإختجال بالنسبة للإختجال إختجال للالدهاج بيعطينا كحولات أولية الإختجال هو عكس الأكسدة إذا عملنا عملية إختجال للالدهاج بيعطينا كحول أولي إذا عملنا أكسدة للكحولات الأولية رح يعطينا ألدهاج الإختجال هي الظروف الإختجال إنه هيدروزين مع نيكل أو بلاتيوم أو بلاديوم هذا بالنسبة للالدهاج بش الكيتون بدها ضروف أطعب الشيء الكيتون الظروف اللي يقلها إنه لازم يكون من ضرفة حرارة 25% والضغط الجوي لازم يكون من 1% لخمسة ضغط الجوي هيدروزين هاي الظروف اللي بتختجل فيها الكيتون وبتحول لكحولات الثانوية ونفس القتي متقبل شي حكينا إنه أكشدت الكحولات الثانوية بتكون أكشدت الكحولات الثانوية عملت لنا كيتون اختجال الكيتون عمل لنا كحول ثانوي هون بس بيانت لكم إنه الظروف اللي لازم يتير فيه عندها اختجال للكيتون 25% لمية درفة حرارة 1 لخمسة ضغط جوي من الهايدروفين آخر إشه لنفرض إنه إذا هذا السؤال وحكا إنه أعمله اختجال بنحتار إنه مثلا وعندنا عدة خيارات الخيار اللي بنفرض إنه اختار اختجال للالدهايد واختجال للرابطة الثناوية وحولها من رابطة ثنائية لرابطة أحادي هو اللي بيكون صحيح بيتير ونرتدك إنه يتير اختجال للالدهايد ولا إنه يتير اختجال للرابطة التنائية اللي هون آخر إفه بدنا نعرف عن أكمل مركب للي بساعد العوامل المختجلة اللي هو عندنا هذا هذا ريد الألمينيوم والليثيام وعندنا هون بوراهايدرو بوراهايدرو تاديوم الأكثر هذولا أكثر عوامل مختجلة من نتخدمهم بالمختبر والأكثر أكثر واحد اللي هو هذا الـ NABF بورا إيف هذا بيعمل هذا بيوفر لنا الهايدريد الذرة الهايدريد اللي هي هايدروزين سالبة وبدنا نعرف آخر إيفه إنه الـ 1 مال منها قادر على إنه يعمل اختجال لأربعة مال من الألدهايد والكيسان وهيك بنكون خلطنا سابتر 12 نعف نعف